إن شاء الله الفترة فتت يمكن شوفنا تغير كبير وتطور كبير للعيبة من النادي الأهلي خليني أقولك على كذا اسم كده وتقولي كنتم تابعهم إزاي كهربا مثلا؟ الكهربا يعني كان الرتم بتاعه بدأ أعلى بس طبعا موضوع الإقاف هو الوقف بس بعد الإقاف بقى؟ بعد الإقاف الرتم بيأعلى واحدة واحدة صح وطبعا عايز أقول يعني أنه زي ما قلت برضو أنه كل ما بتدي اللاعب نسبة مشاركة أعلى اللاعب بيقدر ياخد المساحة وياخد الحرية وياخد حرية الإبداع أنه يطلع كل المهارات اللي عنده وكل الفكر اللي عنده بيعلم معاه يعني كهربا الفترة اللي فاتت نقصه بس حاجة بسيطة أنه التهديف بتاعه في الفرص اللي هي بالضيئ هي اللي تخليه يظهر مع أنه فيه أهداف بيجيب أهدافه كل حاجة بس فيه حاجة اللي هو إيه عايزين نوصل لنسبة 9 من 10 هو واصل 7 من 10 واصل 8 من 10 لأ أنا عايز 9 من 10 لأني مش هقدر أقول لعشرة ما فيش لعب كورة بيكمل بعشرة من عشرة يعني بيبقى عنده أخطاء وعنده ضربات لأ أنا عايز أوصل 9 من 10 لأني أنت لعب بحجم النادي الأهلي وبتمثل النادي الأهلي لازم دايما بتوصل محمد هاني كابتن كان عامل مباراة رائعة مباراة بيرميدز محمد هاني أنا عايز أقول له يا ريك تثبت على آخر آخر مباراة لك وبالذات ماتش بيرميدز ماتش بيرميدز طلع كل اللي عنده زي ما يقول كده يعرف اللي هو إيه ممكن تبقى الخطوبة والشها حلوة عليه الفترة فنبارك له طبعا عرفته فخليته نفسيا كده في أنه يطلع أجمل ما عنده يعني في المراوان محسن المباراة القبل اللي فاتت كمان مراوان محسن كان فارق جدا أنا يمكن قلت في وقت من الأوقات كده برضو كنت مع يعني بأكد على كلام كابتن عماد متع في تصريح من تصريحات إثبت على الحاجة أو دور دايما على الحاجة اللي هي بتطلع أحسن ما فيك إثبت على الحاجة أو دور على الحاجة اللي هي تخليك تطلع أحسن ما فيك لكن ما تجيش تمشي على سطر وتسيب سطر لأن جمهور النادي الأهلي ما بيستناش جمهور النادي الأهلي دايما عايز أفضل حاجة على طبع إحنا شايفين الحقيقة كمان اللي آخر تلات مباراة دول اللي هما كانوا تحت قيادة مسلمانية إحنا شايفين الفريق كله في قمة تركيزه وقمة استعداده وكأنها رسالة مطمئنة للجماهير أن إحنا بإذن الله رايحين ماتش الوداد وإحنا هنقدم أقصى حاجة عندنا وإن شاء الله بإذن الله نشوف اللعيبة زي ما هم معودين رجالة في الملعب وبإذن الله يكون الفوز من نصبنا يا كابتن أنت كنت بتقولين في مشاكل في الدفاع الوداد وخليني يستغلك بما أنك بقى متابع الفريق قبل الكورونا وبعد الكورونا شايف هجومهم إزاي؟ الهجوم بتاعهم دائما يعني أنا باتكلم حتى لاحزت أنهم حتى بيحبوا يعني يلعبوا على كورة العرضية يعني سواء فيه سرعات على الأطراف عندهم بس بيلعبوا بيطلعوا بكورة طولية دائما على الأطراف أو الباكات بتاعتهم يلعبوا كورة على الباكات ما بيلعبوش في نص الملعب كتير ما يحضروش كتير في نص الملعب مش عايز أقول أنه ممكن كون الكوالات بتاعتهم جوه او في نص الملعب مش عالية قوي او ممكن يكون مدير فني ان هو دايما بيبقى على الاطراف يعني الباك بيلعب مع الهو بتاعه بس كورة طويلة واستغل سرعاته مع انه مش شايف السرعات المميزة بس بيلعب على النقطة دي بيلعب على نقطة برضو ان هو يلعب في عمق المدافعين بتوع الخسم دايما وبيلعب على اخطاء بتاعة المدافعين دايما يعني مسلا ممكن يحط اي فرود انا مش يعني مش متذكر الاسامي عشان ما اقولش اسامي غلط بيلعب على النقطة دي ان هو يلعب في قلب الاتنين المدافعين يحط معاها فرود ممكن يعمل كرة مشتركة يحصل اخطاء من المدافع او الكرة يحصل تخبيط فيجي الفرود الوهمي او اللي بيلعب بيه من من تحت يجي ويكمل على الجول دي حاجة الحاجة التانية دايما نزل اقولك كده الباك سواء الباك اليمين او الباك الشمال بيلعب دايما على على الهف بتاعه وبرضه بيستحوز على الكورة باية شكل كان ويبدأ يعمل كورة عرضية وبيدوروا دايما اغلب اوقات المباراة بيدوروا ان هم ياخدوا فولات كتير في التلت الاخير هم دايما بيدوروا على النقطة دي او بيدوروا ان انت لو هو بيلعب ضغط عالي كمان بيدوروا ان هو يخلي المدافع يغلط ان هو ياخد ضربة حرة مباشرة او اه دايما بيدوروا على الهال كورنر مثلا او الفولات الجانبية اللي بتبقى فيها خطورة بعرض الملعب اشتركوا في القناة